نكمل أخبارنا وزي ما قلت لكم كل الأخبار الخاصة بالصفقات أو التدعمات اللي هنسمعها في الفترة دي محلياً أو أوروبياً كلها لسه في إطار المفاوضات وساعات بتحصل إن انت بتبقى عارف إنه فلان بيتفاوض مع النادي فلاني لكن الأمور بتوقف عند مرحلة معينة سواء الاتفاق الشخصي أو الاتفاق مع الناديين وبين الناديين وبالتالي فيه فيه أمور كتيرة جداً ممكن تظهر للنور آه لكن فيه كمان صفقات ممكن تبقى في إطار الاتفاقات آه حصلت وبنينيها حضراتكم وبنتكلم عن تفاصيلها لكن مش شرط خالص إنها تنتهي على خير أو إن النجم الفلاني يتنقل للنادي العلاني وبالتالي ساعات بتحصل وساعات ما بتحصلش الأهل النهاردة بتشكيلة متوقعة هتكون مكونة من علي لطفي في حراس المرمى أربعة في خط الدار محمد هاني يمين وعلي معلول شمال رامي ربيع وياسر إبراهيم اتنين مساكين أليو ديانج وعمر السولية في اتنين هاف ديفندرز قدامهم تلاتة كهرباء وحسين الشحات وفي النص أفشة وخط الهجوم هدف الدوري محمد شريف اللي بيسعى أكيد للتسجيل مرة أخرى علشان ينفرد بصدارة الهدفين ويعني يحسم اللقب ده اللي فيه منافسة أكيد قوية ما بينه وبين أحمد ياسر ريانو وأشرف بن شدق وغيرهم وبالتالي الأمور مش هتحصل دلوقتي لكن صراع حلو هدفين صراع دايما من الصراعات اللي بتكون فيها إثارة وممكن تكون يعني الأرقام مش كبيرة أو زي أوروبا لكن بيأ دايما فيها منافسة قوية ما بين المهاجمين